الخبر الذي أوردناه منذ قليل وتحديدا إلى أعالي بوزريعة وطريق الرابط بين بوزريعة وبلود الذي شهد ربما انهيار اليوم والتحق بنا من هناك سميننا أحمد محمودي محمودي آخر المستجدات المتوفرة لديك نعم زميلة سيهام إذن آخر المستجدات يعني شاهدنا وصول السلطات المحلية كما شاهدتم معنا منذ قليل رئيس المجلس الشعبي الوطني رئيس بلدية بوزريعة الذي تدخل معنا على المباشر كان مرفوقا مع جميع أعضاء المجلس يعني شاهدنا أيضا المدير الأشغال العمومية بولاية الجزائر الذي قدم طلبنا منه أن يتدخل معنا اعتذر طلب منا بعض الوقت فقط لكي نسمح له بمعاينة الوضعية ثم سيتدخل معنا في النشرات السابقة مدير الموارد المائية أيضا لكن زميلة سيهام ما جعلني أنا شخصيا أطرح بعض التشاؤلات هو أن السلطات المحلية الولائية طلبت مننا أن لا نصور طلبت مننا أن نكتفي بالقدر الذي قمنا به وأن نحمل معاداتنا ونترك المكان ما جعلنا نتسأل عن هذا الرفض التام للتصوير خاصة وأنه كما يقولون أمر عادي يحدث عادي وثانيا أنه في مكان عام وليس في مكان خاص أو شيء من مثل هذا هذا فقط زميلة ما جعلنا نطرح تساؤلات عن رفضهم للتصوير لكن سنبقى هنا وسنبقى نواصل تغطيتنا المستمرة زميلة سيهام لنفيكم بالتفاصيل لحظة بلحظة كما عاهدها المشاهدون على قناة النهار هل من تفاصيل طيب محمودي سؤال أخير هل من تفاصيل بخصوص مرحلة الترمين والله زميلة سيهام لم يظهر شيء بعد كما أشرت مدير الأشغال العمومية حضر رفقة بطبيعة الحال خبراء التابعين له من أجل تقييم الوضع سنوفيكم بتفاصيل خاصة بالترميم في الساعة الإخبارية القادمة بإذن الله ما يمكن أن أقوله فقط أن مصالح سيال شركة المسيرة لتوزيع الماء بالجزائر العاصمة قامت بقطع الماء حتى يتوقف ولا يزيد من الضرر كما أشار لي بعض المصادر أشارت إلى أنه حتى مع قطع المياه فإن توقفه التام سيأخذ حوالي أربع ساعة عشرين دقيقة يعني ذلك تابع لطول وكبر الأنبوب زميلة سيهام أما عن فترة الإنجاز وما إلى ذلك سنوفيكم بالتفاصيل الدقيقة من طرف الهيئة المختصة في نشراتنا القادمة شكرا جزيلا لكزامين أحمد محمودي على كل هذه التوضيحات كنت معنا أبراء المباشر من بوزي